أطلقت شركة سبيس إكس كابسولة غير مأهولة إلى محطة الفضاء الدولية في خطوة كبيرة على طريق هدف الشركة المملوكة لإيلون ماسك وإدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا لاستئناف إرسال رحلات مأهولة إلى الفضاء انطلاقا من أراضي الولايات المتحدة هذا العام الكابسولة كرو دراجون التي يبلغ طولها أربعة وتسعة من عشر متر انطلقت عبر صاروخ من طراز فالكون ناين من مركز كيندي الفضائي في ولاية فلوريدا الأمريكية وقالت ناسا إن من المتوقع أن يستقبل طاقم المحطة الفضائية المكون من ثلاثة أفراد الكابسولة التي ستحمل إمدادات ومعدات تزن حوالي 181 كيلو جراما في ساعة مبكرة من صباح الأحد وستجري رائدة الفضاء الأمريكية آن ماكلين ورائد الفضاء الكندي ديفيد سان جاك اختبارات على الكابسولة كما سيتفحصان قمرتها خلال وجودها في المحطة لمدة خمسة أيام ومنحت ناسا شركتي سبيس اكس وبوينغ عقدا بقيمة 6 مليارات و800 مليون دولار لصنع أنظمة صواريخ وكابسولات قادرة على المنافسة يمكنها نقل رواد الفضاء من الأراضي الأمريكية للمرة الأولى منذ إحالة برنامج المكوك الأمريكي للتقاعد عام 2011 وتهدف الأنظمة لإنهاء اعتماد الولايات المتحدة على الصواريخ الروسية للوصول إلى محطة الفضاء الدولية وهي مختبر للأبحاث في الفضاء على بعد حوالي 400 وكيلو مترين عن الأرض وتكلف بناؤها 100 مليار دولار وتتكلف رحلة التوصيل الواحدة نحو 80 مليون دولار ترجمة نانسي قنقر